أهلا بكم مشاهدين الكرام في النشرة الجوية وقدمها لكم من أول قناة الخبرية في الجزائر إذن تبقى الأجواء دائما مستقرة على العموم على درجات حرارة فصلية على معظم ولايات الوطن نستهل نشرتنا الجوية بصورة القمر الاصطناعي توضح لنا صفاء يميز معظم المناطق الشمالية صحب عابرة على أقصى الجنوب الغربي وعن تفاصيل الوضعية الجوية اليوم التولتها بداية بحركة الرياح نرتقي بإذن الله هبوب رياح ستكون من ضعيفة إلى معتدل نسبيا على كل المناطق الشمالية والجنوب الكبير تسس سرعة الرياح إلى حوالي 40 كم في الساعة أما عن الوضعية الجوية المرتقبة لصبيحة الثلاثة نتوقع بإذن الله أجوب صافية إلى مغشات جزئيا على غرب ووسط البلاد تقس دائما مستقر ومشمس على العموم بالمناطق الشرقية بالجنوب الأجواء ستكون مغشات على أقصى الصحراء ومرتفعة الهجار والتسليل لكن يبقى التقس مستقر ومشمس بباقي المدن الجنوبية مع تطاير بعض الرمال على الصحراء الوسطى حتى بأقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة المرتقبة لصبيحة الثلاثة تسل بإذن الله إلى حوالي 30 درجة على عين صالح حتى منطقة تندوف إليزي وجانا 29 درجة بأدرار 26 درجة على منطقة عنجزة بالمناطق الشمالية 18 درجة على وهران مستغانة متنس حتى تلمسان الجزائر العاصمة تيارة الجلفة وستي 22 درجة على البيض نعامة مشرية وتيزي وزو 20 درجة على عنابة بجاية جيجرسكيكدا ومنطقة قلمة و24 درجة على منطقة لغوات أما عن الوضعية الجوية المرتقبة لظاهرة تولتاء نتوقع بإذن الله أجواء مستقرة ومشمسة على العموم بوسط وشرق البلاد تشكل خلايا رعدية منعزلة على الهضابة العليا الغربية بالجنوب الأجوار حتكون مغشات لغائمة والشبه رعدية على منطقة تي بشار واتندوف حتى بأقس الصحراء ومرتفعات الهجار والتاسيلي يبقى تقس مستقر ومشمسة على العموم بباقي المناطق الجنوبية مع تطاير بعض الرمال محليا درجات الحرارة المرتقبة لظاهرة تولتاء ستصل بإذن الله إلى حوالي 45 درجة على منطقة عين سلاح 46 درجة على الدرار 43 درجة على إليزي وجانات حتى منطقة عين قزام سنسجل 45 درجة بتندوف 43 درجة بشار 41 درجة على منطقة غردايا ورقلا وحاسم سعود 31 درجة بالجزائر العاصمة 35 درجة على تلمسان 38 درجة على البيض نعام ومشرية 39 درجة بلغوات 33 درجة على عنابة واسكيكدا 36 درجة على تيزي وزو قلمة حتى منطقة الصديف أما عن حالة البحر اليوم 3 البحر بإذن الله سيكون قليل الاتراب هذا على طول الشريط الساحلي مع رياح ستكون من شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعة رياح ما بين 20 حتى 30 كلمتر في الساعة قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتجه بكم اليوم لولاية زي وزو فإن التقص بها يوم 3 الأربعة والخميس سيكون تقص مستقر ومشمسة على العموم مع درجة حرارة دنيا تتراوح ما بين 22 درجة خلال الصباحة وما بين 36 و40 درجة خلال الظاهرة رياح فيها ستتسل إلى حوالي 35 كلمتر في الساعة أما نسبة الرطوبة حوالي 70% كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقص اليوم الثلاثة والله أعلم شكرا لكم على المتابعة في آمن الله